بسم الله الرحمن الرحيم ازايكم يا حلوين هيا بنا ندرس النقد الهدام وهو اسلوب من اكبر اساليب برج العزراء وغالبا غالبا محدش بيستخدمه خالص الا برج العزراء وبس محدش بيعرف يعمل نقد هدام ويقصر مأديفك اللي بتجدف بيها في البحر وتحاول ان تنجو بيها الا برج العزراء هو مش الغرض انه يديك طاقة سلبية او يحبطك يعني انا عايز افهمك شيء برج الحوت بيديك طاقة سلبية علشان يخليك تستسلم وتيأس خلي بالك من الموضوع في فرق بين اما انا اديك طاقة سلبية علشان تيأس وعلشان تحبط وعلشان تكون في وضعية حزينة لا 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 برج العزراء ما بيعملش الكلام ده برج العزراء بيجي لك قبل الموضوع ده بشويه هو يسبق خطوة الاسى وخطوة الحزن وخطوة الاحباط الكبير هو بيجيب لك الاحباط بالتدريق وبالاسلوب وبالطريقة وبالكلاء وبالمجادلة وبالمناوحة والمؤاوحة والمناهدة وياخدك كده بقى كل يوم يتصل بك بعد العصر قالوا ايوه معايا برج العزراء المريض والله انت ايه عملت في حياتك النهار ده والله ما عملتش في حياتك حاجة كنت بتفرج على مقاطع مضحكة طب وليه يا اخي بتتفرج على مقاطع مضحكة انت مش عارف ان المقاطع المضحكة دي ممكن بترفع نسبة التستسترون في الدم وممكن تموتك سبحان الله طيب شربت ايه النهار ده والله شربت بيبسي انت مش عارف يا اخي في الاسلام ان البيبسي ده بيحطوا فيه سم الافاعي ما فيش مشاكل طلبت ايه اكل النهار ده والله طلبت ساندويتشين من مكدونالز يا أخي أنت عارف أن ماجدونالز دول بيتبحوا لحوم التنانين والديناصورات ومسمماء إذن هو ماسك كل حدث أنت عملته في حياتك إلا ويطلع لك فيه نخرة ويطلع فيه عيد برج العزراء اسمه برج النخرات ده إنسان نخرة إحنا في مصر نسميه إن ده مخلوق نخرة كل يوم بعد العصر كل يوم بعد العشاء كل يوم في كل يوم إلا ويتصل بيك ويشوفك أنت عملت إيه وإن هو ناظر المدرسة وإن هو لازم يقيم أفعالك اليومية ماسك الدفتر شغال وكيل المدرسة وكيل الإدارة التعليمية في جنوب شرق السودان وإلا وإنه ينظر عليك ويطلع خطأ في كل شيء حلو شافني أنا محمد بعمل فيديوهات على اليوتيوب وفيديوهات يعني مش حالك يجي يقولك أنت إيه التطبيق اللي بتستخدمه في عمل الفيديوهات والله مش عارف تطبيق اسمه إيه كده موفي كليبس ولا إيه المهم لا التطبيق ده وحش والتطبيق ده مضر بالصح والتطبيق ده بيخلي الجهاز يهنك واليوتيوب ما بيجيبش فلوس طبعا أنا مش عامل اليوتيوب عشان الفلوس أنا بعمل الفيديوهات كده وخلاص يعني بالمزاق وإنه الفيديوهات دي ما حدش بيشوفها وإنه أنت مش هتكون مشهور وإنه أنت ما حدش أصلا ضرع عنك ودمك مش خفيف وما حدش بيحبك والصوت واطي وفيه نغمشة في الصوت المهم أنه هو إيه يكيلك الكلام وراء بعضه وراء بعضه وراء بعضه ويهدك خطوة خطوة بالتدريق وما يتعبش يتصل بيك تاني هو إلا بالعافية أنه هو يقنعك أن أنت إنسان فاشل وأن أعمالك وشغلك وأفعالك لن تأتي بنتيجة ولن تأتي بمردود أو لن تأتي بأرباح أو لن تأتي بأي شيء هات برج العزراء اللعين وحطه في بدايات أي مشروع إلا ويوقف المشروع يعني هو وجه فقري تقريبا زيه زي الجدي كده ولكن ده بقى وجه فقر بعقلانية إنه هو يعقلا الفقر ويعقلا المعارضة ويعقلا العناد كل حاجة عنده يعاندها ولكن برأيه ينتقدها يهدمك يحبطك يكسرك ولكن بالتدريق ويعني إيه إنه هو الواد اللي فاهم إنه هو الزكي إنه هو أنصح إخواته إنه هو يعني المطبع على كل الثقافات وعلى كل العلوم وعلى كل الأشياء المقروعة وكل الأشياء المكتوبة يجي مثلا يقولك إيه أنت بتشرح في الفلك آه لأن الفلك ده هو الترند دلوقت يا أخي من زمان أنا بحب الفلك من قبل ممك تقبل أبوك ويخلفوك في يوم الزرق وتيجي عبد دنيا وأنا بحب الفلك أنا معرفش إيه اللي يطلعك في حياتي يا برج العزراء ولكنكم إنتوا ناس نقدكم نقد هداء وأنا بقى بصراحة ما بحبش الناس اللي بتنتقد نقد هداء وأنا ما طلبتش منك نقد ولا هدام ولا بنا يا أخي وما طلبتش منك تعديل وما طلبتش منك نصائح وما طلبتش منك استشار ولا طلبت منك تتصل بي امسح راكم من عندك بلكني قبل ما بلكك يا برج العزراء يلي بتعمل نقد اسمه النقد الهداء إذن إخوتي في الإسلام إخوتي في الإيمان إخوتي الكفار إخوتي المشركين إخوتي الملحدين إخوتي من جميع الأبعاد البعد الرابع والبعد الخامس والكائنات الفضائية إعلموا أن برج العزراء لديه جانب اسمه محنة النقد الهداء محنة التعديل لازم علشان يعدل في البيت يهد الموجود علشان يبني الجديد هو عايز يعمل لون أخضر ويكسر الحيطان ويفتح الحيطة دي بتاع المطبخ يفتحها جنب حيطة الصالة ويبني حيطة في نص الصالة يقسم الصالة نصين وعايز يعمل حمام في المطبخ وعايز يعمل مطبخ في الحمام وعايز يعمل مثلا حمام فوقته النوم فلازم ياخد ركن كده فيها لازم يعمل تعديلات عنده محنة التعديل صعب أنه يشوف شيء ويبقى كما هو عليه مش لأنه هو مطور دايما هو فعلا مطور مش لأنه مخترع دايما هو فعلا مخترع ولكن هو إنسان نخرى 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 فستان دا لأنه مش كويس والفستان دا الخامة بتاعته مش كويسة وفيه أرخص منه وفيه أحسن منه وفيه أفضل منه والمهم إن هو يكيله لك كيلا من إيش؟ من الانتقادات الهدامة دخلنا وضفناه على السناب يشوفك مصور مصور كوبات شاهي مصور عفريت مصور أي إردازلة إلا وينتقد ويحمل نفسه في مناظرة وفي محاضرة يا بوي ما حدش طلب منك تنظير ما حدش طلب رأيك ما حد طلب رأيك حاول تفهم ما حدش طلب رأيك ما حدش مهتم كلامك مش مهم انتقاداتك ولا عمرها تفرق معنا في شيء محاولتك يعني للقيادة ومحاولتك للإرشاد وإنك تشتغل مرشد الإخوان المسلمين أيضا لن تفيد في شيء فيا أخي يا برج العزراء يا حبيبي خليك في نفسك ما حدش طلب رأيك يا ابن عمي ما حدش قالك انصحنا ما حدش طلب تعديلاتك احنا عارفين ان انت راجل خبرة في عالم الزرات وفي عالم الفيزياء النووية وان انت أكبر عالم في الحياة وأكبر فلكي في التاريخ ممكن توفر رأيك لنفسك لو سمحت يا برج العزراء يا بيت وفر رأيك لنفسك ما حد طلب رأيك هو بالعافية لا عايز تشتغل مرشد الإخوان المسلمين بالعافية يا أخي مش بالعافية ما فيش حاجة بالعافية سبحان الله يعني طيب واحد يقول لي انت متحمس آوي يا ولد انت متحمسش فيك انت مريض ولا ايه لا انا مش مريض ولا حاجة الحمد والله صحيح وعمري ما اتصلت بحد بعد العصر ولا قلت له إنه لحم الكنتاكي معمول من الديناصورات والتنانين ولا عمري قلت الحد إن الشاهي بيجيب السكر ولا عمر اتدخلت في حد حد ولا عمر اتدخلت في لبس حد ولا عمر اتدخلت في نم حد انت بتنم امتى انت بتصحي امتى والله يكشم اتنام حتى ولا ليه دخل فيك يعني لو ليتك ان انت بتزجد للأصنام وللحجارة ايش دخلني فيك ياخي يعني انت مش عارف ان فيه ربنا ايش دخل فيك انا انا كإنسان ما حبش اتدخل في حيات حد ولا خصوصيات حد ولا اسأل عن ماضي حد ولا حد يسألنا عن ماضية ولا انا حبيت مين كرهت مين ملكش دعوة بحياتي ياخي حياتي وانا حر فيها دخل تنخرب في حياتي لك يعني يا برج العزراء تحب اخلعلك الهدوء وخلعلك الجلد وديك الجوال حجي وديك البصورداء تخش انت تعيش مكانيه يعني هو المرض النفس اللي عندك وان انت انسان تافه ومش لايه حاجة تعملها في حياتك فتحب تيجي تعيش مكانيه تحب تيجي تتجوز مكانيه يعني هي محنة التنظير وانك تشتغل ناظر ومرشد وموجه للدرجة دي قتلتك يعني للدرجة دي للدرجة دي لازم تقول رأيك ياخي ما احد مهتم حاول تفهم ما احد مهتم وروح تبع فل وروح العب ببجي يعمل اي حاجة في الحياة المهم ان انت تبطل انتقاداتك وتعليقاتك واسلوبك في النقد الهداء وتترك الناس يتاجرون يلعبون يمرحون يكتبون يشتمون بعض يسفلون في بعض يلعنوا ديك بعض انت مليكش دعوة ياخي وانت اشتغلت بهم مثلا تلاقي برج العزراء قاعد في توطقر هو بالعافية الاو يكون المدير بتاع توطقر الاو يكون يعني الولد اللي هو اللي بيقف على الفصل لما الاستاذ بيطلع من الفصل مادره وش بيسموه العريف بتاع الفصل الرائد بتاع الفصل المدير بتاع الفصل خلاص بقى احنا في حضانة احنا رجعنا اقول ابتدائي وتانية ابتدائي خلاص رجعنا في اقول اعدادي وخلاص رجعنا اقول اولا متوسط وتانية متوسط مع مين مع برج العزراء هو الرجل المثالي الكامل المكمل الكميلة بيسموه الرجل ايه تانية الرجل السكراية اللي بيفهم في كل شيء الحمد لله رب العالمين ان انا عرفت ان البرج المعفن ده قبل ما موت والحمد لله رب العالمين ان انا عرفت اسلوب البرج المعفن ده برج العزراء قبل برضو ما موت والحمد لله ان احنا عرفناهم وحفظناهم وختمناهم اول ما ييجي واحد انتقادي ينتقد ازازة الموية ولا ينتقد الشاهي ولا ينتقد اي شيء يلا تعالى انت عندك كواكب في العزراء يا معفن يقول لك اه انا عندك اربع كواكب في العزراء تصدق بالله انت تستهل الحر انت واحد انت المفروض نرجعك في قلت الزمن لورا ونوديك عند ايام هتلر يعني يفك الارض من شرك او نرجعك على ايام التنانين وايام الديناصورات وان شاء الله ينزل عليك النائزة بتاع الديناصورات يعني يخلصك معهم يطيرك معهم بحيث ان احنا الزرية والناس اللي بتاعك ما يكونش موجود على الارض وما زال السؤال العجيب ياخي ليه بيسموهم برج العزراء المفروض ان كلمة عزراء معناه انسان هادي ولطيف وساكت وفي حاله الا انك تلاقي برج العزراء عبارة عن انسان معقد مليان بجميع العقد النفسية والعقلية والكتابية والفكرية والسياسية والجغرافية وعنده جميع العقد اللي في السماوات واللي في الارض والتي لم يتصالح معها والتي لم يكف عن التفكير فيها يعني والتي والتي افضل بقى اقوله والتي قال له طب هنوصل لحد فيه طب انت بهذا الشكل هتوصلنا لحد فين انت انسان معقد من الداخل لفين تبي توصل لفين تبي تعيش مين اللي يرضيه لذلك انا عملت عنكم فيديوهات قبل كده ها عملت فيديو هل من الممكن ان يرضى برج العزراء وعرفت ان انت برج معفن وامره ما يرضى هل من الممكن ان ترضي برج العزراء برضو ما ينفع وعملنا فيديو تحويل يعني برج العزراء الى انسة او نسوان برج العزراء الى انسيات انثيات بالثهب وعملنا فيديوهات كتير عنكم وكل يوم نشتم فيكم وكل يوم نبهدل فيكم وما فيش فائدة برضو محنة النقد الهدام موجودة موجودة الا بالعافية وطلع غلط في الشخص وان فلان ده عايش حياته وكده اترك الناس يتعلمون من الزمن اترك الناس يتعلمون من الاياء اترك الناس يتعدلون تلقائيا او يصلحون انفسهم تلقائيا اترك الزمن يعلمها اترك الايام تعلمها يا اخي اتركهم يتعلمون بنفسهم لازم انت بالعافية تشتغل معلم عليهم ما ينفعش ما ينفعش اذا اذا وجدتم برج العزراء يتدخل في شيء فاقطعوا لسانه وإذا وجدتم برج العزراء ينظر في شيء وينتقد فيه فاعلموا أنه متخلف عقليا ولا تأخذوا بكلامه ولا انتقاداته ولا الهري اللي بيقولوا خالص خليه يهري لأنه صعب يعيش بدون هري وصعب يعيش بدون فتي لازم يفتي ولازم يبقى أبو العريف وإذا وجدتم برج العزراء ينظر ويقول رأيه فبلكوه بلكوه بلكوه في كل ما نشره ما عندهم الله النقد الهدام ما عندهم شيء حتى النقد البناء يا بوي ما نبي منك لا نقد هناء ولا بدام ولا فناء ولا أي شيء خال ما نبي منك شيء لا هدام ولا بناء ولا فناء ولا أي شيء نبيك تبطل تتصل بينها بس وتمسح رقم من عندك أو تبلكني وانا بلق كانت غلطة أننا أعطتك رقمي كانت غلطة وندمت عليها أنا ندمت لما أعطيت رقم الاتنين لعطارد الحمل اللي بتصل بيها كل شوي ولبرج العزراء المؤرف البضين الكائن الكئيب الكائن اللي ما يعني اللي ما نوش أي حل في الحياة خالص سواء أنك تبلكه أو أنه يعيش في سلام وما يدخلش في الأكل اللي أنا بأكله وهل أنا بأكل من لحم التنانين والديناصورات ولا لا يعني خلاص يا برج العزراء خلاص يا أخي كل الناس بتقول عنك أن أنت برج كريه اسأل ليش كل الناس مش طيقة كلامك اسأل ليش كل الناس ما بتضحكش على كلامك لأن أنت ما تعرفش تقول نكت إخي اسأل ليش برضو مش معقولة يعني يا برج العزراء كل الناس دي غلط أنت بس إلا صح يعني حد قالك أن أنت شغال في معمل فيزا وكيميا يا ابن عمي فخلاص تبني إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا ولازم تقرأ يعني شروط التوبة إلى الله من اسلوب النقد الهداء وتبطل تسأل تبطل تستفسر تبطل تتدخل في ما لا يعنيك وتسيب الناس عايشة زي ما عايشة أنت ما يخصكش هم عايشين كده ليه ما يخصكش هم بيأكلوا ولا بيشربوا ولا انتحروا برضو ما يخصكش ما يخصكش أي شي حاول تفهم أنه ما يخصكش يوم إن شاء الله رب العالمين وما ربنا يكرمك وتفهم أنه ما يخصكش فأنت كده وصلت بصراحة إلى نوع من الوعي العالي يعني أنت كده بالفعل وصلت إلى وعي عالي أما بقى كل يوم تيجي تقاوح وكل يوم تيجي تناهد وتجادل وإن لو عايز تعدل اسلوب حياتي وإن لو عايز تقنعني برأيك أنت بالعافية يا ابن عمي حاول تفهم أنه أنا لم أطلب رأيك حاول تفهم ماذا الموضوع بس باختصار أنا خلاص تعبت من كتر الكلام معاكم خلاص يعني ردحتي بما فيك كفاية ربع ساعة دعم ما ردح زي النسوان خلاص بطلت ردعا تبنا إلى الله وبطلنا ردعا من هنا وطالع ما عدتش أشوف وشكم يا برج العزراء تنتقد الناس نقد لا هدام ولا بناء ما لكمش دعوة بالناس الزمن هو اللي هيعلمهم وهو اللي هيصحح لهم المصار وهو اللي هيقدبهم وهو اللي هيفهمهم وهو اللي هيطورهم وهو اللي هيرقيهم وهو 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 انت اطلع من الموضوع لو طلعت من الموضوع هيمشي كويس طول ما انت حاطت مناخلك الكبيرة اللي زي يعني زي الترلة في الموضوع لا خلاص كده هو بقص بس كده تم غسل برج العزراء المعافن بنجاح وإلى لقاء آخر في الحلقة القادمة والله عاجبك الفيديو عاجبك مش عاجبك اخبط راسك في الحيط يا شيخ من إمتى ونبطلب ريداك عرفني كده من إمتى ونبطلب ريداكم لا نطلب ريدا برج العزراء لا نطلب ريداه أبدا والعياذ بالله فإن هذا شيء مستحيل ولن يحدث ولن يحصل ولا يشرفني إن أنا أطلب ريدا هذا الإنسان الكائن الحي الفضائي ده برج العزراء خلاص تم خسارة نصف المتابعين بنجاح شكرا